ثمانية عشر محافظة يمنية ملأت الميليشيات الحوثية بأكثر من مليون لغم وعبوة ناسفة وجعلت من الطرقات والأحياء السكنية مناطق ملغومة وحقول موت تتربص بالمدنيين أينما ذهبوا وحيثما حلوا مخلفة آلاف الضحايا والإعاقات الدائمة التي تظل باقية مع مرور الزمن وشاهدة على فداحة الجرم الحوثي بحق اليمنيين مشروع مسامل نزع الألغام أعلن أن الألغام الحوثية المزروعة بشكل كثيف وعشوائي في مديريات محافظة تعز تسببت بمقتل وإصابة أكثر من 2154 مدنيا منهم 184 طفلا قتيلا و384 طفلا جريحا إضافة إلى الشيوخ والنساء وأضاف المشروع أن مديرية الوازعية كانت شبه مغلقة بالألغام التي أجبرت السكان على النزوح للنجاة بأنفسهم من جحيمها مشيرا إلى أن الوازعية محاضة بخمس مديريات جميعها مفخخة بالألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات وتشير الإحصائيات إلى أن الميليشيات الحوثية زرعت ألغامها وعبواتها الناسفة في أكثر من 80 منطقة سكنية بمديرية الوازعية وتسببت في مكتل وإصابة أكثر من 375 مدنيا ناهيك عن الخسائر المادية التي تعرض لها السكان نتيجة زراعة الألغام في منازلهم وفي حقول السمسم والذرة البيضاء التي حولتها الميليشيات إلى حقول مزروعة بالموت وقد تمكن المشروع خلال العامين الماضيين من تأمين 30 مدرسة ومركز تعليميا وستة مراكز صحية ومستشفى والصدع أن يفتح الطرق الرئيسية التي تربض المديرية بمحافظة لحج ومكن المنظمات الإغاثية من إيصال المساعدات الطبية والإغاثية للسكان المحليين وغدت الألغام الأرضية أحد أبرز أسلحة الحوثيين التي تستاتف الأبرياء في الجبال والوديان والسهول وفي الأحياء السكانية فلا ينسحب الحوثيون من منطقة إلا ويملؤونها بمئات الألغام وهما يتسبب بوقوع آلاف الضحايا بين قتلى ومعاقين خصوصا أنه يتم زرع هذه الألغام بدون خرائط الأمر الذي يجعل عملية نزعها أو الوصول إليها صعبا للغاية